كان واضح وصريح المسؤولين في الجزائر وفي المغرب نقطة استفهام كبيرة يا مختار حول اللغة الفرنسية شنوها ساير للغة الفرنسية؟ بشي بدلكم الجزائر الجزائر اللي منعت رسميا تدريس المناهج الفرنسية في مؤسساتها التعليمية قبل كان الامر سيري في المؤسسات العمومية اللي تقرأ برامج وطنية جزائرية مرتكزة على اللغة العربية وتم تعميمه حتى للمدارس الخاصة الجزائرية دعونا نسمع هذا المقتطف من قناة الغد يحكي عن الموضوع تدريس المناهج التعليمية الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر أضحى ممنوعا هذا ما أبلغت به وزارة التربية الجزائرية أكثر من 500 مدرسة خاصة في البلاد يعتمد عدد منها على تدريس المناهج الفرنسية بالموازات مع المناهج الجزائرية وتوعدت وزارة التربية المدارس الخاصة باللجوء إلى القضاء حال عدم الالتزام بالقرار هو قرار حكيم حتى يدرس أبناء الجزائر نفس البرنامج على المستوى الوطني بمعنى يكون هناك تكافر الفرص من جهة وبالتالي نرى أن هذا القرار هو قرار سيادي هذا في الجزائر في المغرب وزير الصناعة وتجارة المغربية يريض مزور نهاري السبت كي طلبوا منه في ندوة صحفية صحفيين أنه بش يجاوبهم قال لهم نحكي معاكم بالانجلي بالاسبانيول ولا بالعربي الفرنسي لا نسمع معي تعليق كبيرة موجودة على هذه الأخبار الثمين أيها المختار لماذا ساير تفهمين العركة السياسية بين فرنسا وبين المغرب وفرنسا منشيرة والجزائر وفرنسا منشيرة أخرى لكنها تحولت إلى عركة حول اللغة الفرنسية هذه على طريقة المعلقين متع الرياضة في الجزائر يقول لك الفريق الوطني يعاني هنا الفرنسية تعاني مليح المدة هذه تقريبا في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا وخاصة في شمال أفريقيا وطبعا على وجه الخصوص مع الجزائر اللي العلاقة متاهم علاقة دقيقة وحساسة وتمر باستمرار وفي أوقات دورية بهذه الأزمات الفرنسا هو هي كان كاتب ياسين كان يعتبرها الكاتب الجزائري اللي يكتب بالفرنسية يقول الفرنسية نعتبرها غنيمة حرب بمعنى أن الفرنسية بالنسبة للجزائري نكتب بها كغانيمة حرب غانيمها الجزائريون بعد حرب التحرير وبعد مليون ونص شهيد أي هنا الجانب الإيجابي في الانفتاح على لغة المستعمر السابقة وأكتب بها كاتب ياسين ومولود فرعون وغيرهم من الأدباء متع الجزائر والمغرب وأيضا تونس بقينا كما ذكرت هو ماكرون منذ تقريب 2020 كان نتحدث على حاجة قال الجزائر وسلطات الجزائرية تمارس في ريع الذاكرة أي أنها تنبش وتربش في الذاكرة بتحب تحرك هذه النوازع الوطنية ضد فرنسا احتجت وقت الجزائر ودعات سفيرها في باريس ومباشرة شرعت في إجراءات الإجراءات هذه أول شيء تمثلت فيه أنها إحلال اللغة الإنجليزية محل اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي وصارت اللغة الرسمية هي العربية طبعا ولكن اللغة الثانية مباشرة هي الإنجليزية هي اللغة المعتمدة حتى في استقبال المسؤولين الفرنسيين في الجزائر كان يتعمدوا وضع التسميات والصفات بالعربية وبالإنجليزية وتغييب الفرنسية هذا في التعليم العمومي اللي تمت كما قلت خاصة بسرعة كبيرة بعد 2019-2020 من قبل تم مشاكل لكن هو سرعة تغيير الأمر الجديد الآن اللي يوصل للآن وهو التخلص نهائيا من الازدواجية في النظام التعليمي تعرف أحنا مثلا نقول في تونس عنا وحدة التعليم كل جزائر نفس الشيء ولكن أحنا نسمح مدرس فرنسية مثلا مدرسة فرنسية أو الميسيون تقري ببرامج فرنسية ويعدوا باكالوريا فرنسية هم في الجزائر وصلوا حتى المدارس الخاصة اللي تقري البرامج الفرنسية أيضا ألزموها بالتخلي عن المنهاج والبرامج الفرنسية واعتماد البرنامج الجزائري فقط وكثفوا من دوريات التفقد لهذه المدارس إذن وطبعا المغرب على أسباب أخرى تختلف السياق ولكن بأسباب أخرى إذن الفرنسوية قاعدة تعاني لكن الحل ليس بهذه التصريحات السياسية ولكن عندها النخب والمثقفين وعلماء الاجتماع وعلماء اللسان والأدباء اللي عندهم علاقة خاصة مع الفرنسية وما نمشيوش إلى على أساس استفاف سياسي نفهم السياسي ولكن الفرنسوية رغم كل شيء هي لغة وينبغي الانفتاح على كل اللغات وكما أي لغة هي لغة تخلينا نزيد ونحلو عين على العالم يعني فكرة وعرك السياسيين يبقى عرك السياسيين هما متنبزين مبينة بعضهم وغدوة كانت تصير مصالحة وتشوف معناها كيفاش ترجع الفرنسية معناها نحن في تونس مرينا بالشيء هذي نحن في عهد مزالي في السبعينيات وقت اخذاء وزارة التربية وقت أش عمل هو أعمل أخر شوية الفرنسوية من غير من فرنسوية واخرها السنة الرابعة ابتدائي كانت قبلت تقرم السنة أولى بعد رجعت السنة الثانية يعني الأمور سياسية وقت تولي علاقات بها مع فرنسا انقدم تدريس الفرنسية للسنوات الأولى إذا تسوء العلاقة نبحثوهم رسالة نقول لها برأي فرنسوية باش تبدأ كذا كما تاوى تاوى كانت تذكر 2017-2016 أيضا ثمان بعض المشاكل يقول لك الانجليزي ستكون محل العربية لأنها هي لغة التكنولوجيا ولغة العصر إلى آخرين كما ونرجو عليه ربما هذا الموضوع مختار خطر فما الجانب الإنساني اللي ننساوه أنا سمعت أمهات في الجزار يحكي وقتلك أنا ولدي ولبنتي يقرأ هو عنده سنين في هذه المدرسة يعرف كان هذا المنهج اليوم شنوه ما نصير مدرسة خاصة مدرسة خاصة اليوم مع 12 سنين 13 سنين عمره ومش يقرأ شو بش يقرأ كفيش بش يقرأ وهو غير متمكن من المنهج الجزائري موضوع على كل حال للمتابعة